دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول لأنه بعد التشهد فيه دعاء قبل السلام اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له قد غفر له راه أبو داود والنساء مرة ثانية نعيد الحديث ماذا كان الرجل يقول اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له حديث صحيح للمرة الثالثة نعيده اكتبوه اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم ما هي نتيجة الدعاء قد غفر له قد غفر له قد غفر له شكراً للمشاهدة